المسئولية اللي على حضرتك بقى كمرسلة إن انت تبقي عارفة كويس الفرق بين النقد واللوم والعتاب عشان التلات حاجات دول لما بيطلخبطوا على بعض بيبوازوا علاقات كتير قوي. الفرق بينهم بقى النقد واللوم والعتاب. النقد حاجة موضوعية جدا. لا أنا ولا إنت طرف فيها. زي ماجي تقول لي مثلا سماح أنا بفكر أشتري العربية الفلانية هقول لك والله عربية كويسة جدا. صناعة ممتازة جدا بس خد بالك تغيرها قليلة موضوعي. أنا محيدة جدا قلت لك مميزات الشيء وعيوبه لا لومت حضرتك على قرار الشراء ولا قلت لك أنا رفضة وإيه وعا تشتري العربية دي ومش عرفك لو اشتريتها دا. انت كده كده ما بتعرفش تسوق. انت كده كده العربية دي. هتحبطها هتعمل بيها. ما تشتريش بديل. اشتري مستعب. أنا لم أتطرق لأي شيء خالص أنا قلت لحضرتك مميزات الشيء وعيوبه وخط خطوة وحتى لو تلاحظوا الكلمة دي احنا كتير قوي بنسمعها من النقاد الفنيين. انه بيمسك مثلا عمل فني. يقول لحضرتك المميزات والحاجات الرائعة اللي فيه وشوية العيوب او المآخذ اللي عليه. بس ممكن ما يقولش رأي شخصي. ده النقد عتاب ده اقتر حاجة بحبها بين العلاقات الطيبة. لان العتاب ده بين الحباب. حتى احنا بنسميه كده العتاب المحبين. ده معنى ايه؟ المحبة هي اقامة العتاب على الدوان. فيه مثلا كده اقولك. 100% صح. لو بحبك يبقى انا بعدك. بعدك على ايه بقى? بعدك على حاجة حلوة او تصرف حلو او شعور حلو في العادي بيوصلني منك بس ما وصلش فانا بتطمن عليك. ده جزء. الحاجة التانية بشوف الحاجة الحلوة بتاعتي اللي عندك راحت فين. وبحس ان انت مهمة بالنسبالي. مدام عتبتك انده مهمة. ماه انا اكيد هحسسك بحطة من الاهماية في الموضوع. لاني مهتمة بانك مش العادي بتاعك. زي ما مثلا في العادي احنا صحابه بتكلميني كل يوم. لو ما كلمتينش هكلمك اقولك انت كويسة طم منيني عليك متعودة اسمع صوتك كل يوم. لقيت عليك. وقتها بقى ما تكلميني جدا انا حالتي النفسية هي اللي حت يعني طبعا احنا نتكلم انا وحالتك رمزيا يعني. الحالة النفسية هي اللي حتحدد انا حتلقى المكلمة دي ازاي. يا هب تبقى مكلمة قيلة على قلبي لانه يا ربي دي حتعود تعاتبني او يا دي كترخير هبتسأل علي. احنا كده اللي اخبطنا بين اللوم والعتاب. اه. انا كنت لسا بقى حرارة. في نفس السياق امت بقى الزوج والزوجة يبقوا حاسين انه بيود وامتة يبقوا حاسين انه هي بتسأل عليه وامتة تبقى حاسة انها بتخنقه او هو بيخنقه. مكلمتي هال رهن. انا في المكلمة الاولية قلت لحضرتك ايه. ازايك. 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 وحشتيني. قلقتيني عليك. ما سمعتش صوتك. انا كل ده مهتمة بمين؟ بيك. في المكلمة التانية اللي هتكرهيها. هاتصل اقولك انتي فان. مكلمتينيش ليه. مانطي فاضية. انتي عارفة ان انا مشغولة. وكان عندي لقاء في التلفزيون وصحيا من بذيو. هو كل يوم انا لازم اتصل اسأل عليك. لوم لوم لوم. دي طريقة سببية. في اللوم بحسسك بايه؟ تأثير بس. حتى مقلتك تعملي ايه. شخص بيميل انه يدافع عن نفسه. طبعا. طبعا. انا بحطك في حالة حرب. الهجوم حتى لو الهجوم ده لدفعه لقدام. طبعا. لاني في الوقت ده اي هجوم على شخص حضرتك انتي لازم هتدافع عن نفسك. انما لو انا يعني بشتكي التصرف. بشتكي تقلك علي او عدم اتصالك بي. انا مشكلتي مع تصرف معين. فانا وانتي مفيش بينا اي خلاف شخصي ومباشر. ده الفرق بين العتاب وبين اللوم شوي. اشتركوا في القناة